ما حكم تعدد الجماعة في مسجد له إمام الراتب ومن الراتب يتعدد الجماعة على قسمين القسم الأول أن يكون ذلك راتبا بحيث تتعمد الجماعة الثانية التأخر حتى تقيم جماعة أخرى فهذه بدعة لأن المسجد لا يقام فيه إلا جماعة واحدة والقسم الثاني أن لا يكون ذلك راتبا معتادا لكن بعد أن تمتهي الجماعة الأولى يأتيوا ناس يدخلون المسجد فيوصلون الجماعة وهذا مشروع وصنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات يوم فدخل رجل قد فاتت في الصلاة فقال من يقوم يصلي مع هذا يتصدق عليه أو قال من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام أصحابه فصل معه ولأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وأما توهم من توهم للناس أن إقامة الجماعة الثانية بدأة فهذا صحيح فيما إذا كان على وجه الراتب معتاد كما قلت لك أما ما كان طارئا فإن إقامة الجماعة الثانية السنة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نعم لا في المسجد أحسن لأنه في المسجد ربما يكثر الجماعة يدخل معه ناس بأتون في مباد فيكون أفضل ثم إن الغالب أن الإنسان يخرج من بيته إلى المسجد من أجل أن يصل مع الجماعة فتفوته فيأتي وهم قد صلوا فإذا أقامنا في المسجد كان هذا أنفع له ولغيره لأنه ربما لو رجع هو وصاحبه للبيت وصل يا جماعة يأتي إنسان واحد مثلا دخل بعد إقامة الجماعة الأولى ولا يجد جماعة فتفوته الجماعة فالأفضل أن تكون في البيت نعم لو فرض أنه علم أنه انتهى الجماعة وهو في بيتي أنه انتهى الجماعة خالق معي لو علم وهو في بيتي أن الجماعة انتهى فهنا نقول لا فرض صلي في بيتك لأنك لو خرج إلى المسجد قد يكون بعض الناس يخجل أن يقابلهم الناس وهم قد خرجوا من الصلاة فيصلي في بيتي أما إذا قد جاءوا ودخل المسجد ووجدهم قد صلوا فلا ينصلي فلن يصلي الجماعة في المسجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر